السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم سنة الثلاثة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم زميلة مجادة السيد برقة خمسة هنشرح مع بعض ان شاء الله اخر جزء في محضرة الجولوكومة طبعا ما ننساش ندل زميلنا رب نيرحمه من رب يجعل مسوام الجنة ونرحقهم في الجنة ان شاء الله ونسمى الله كده ونستعين بي ونستحضر ان ايه اخر جزء المرة اللي فاتت اخدتوا البرايمري جولوكومة وعرفتوا ان كلمة برايمري يقصد بيها ان انا عندي مشكلة في الانجل اللي موجودة في الانتيرو تشامبر والمشكلة ديت مقصرالي على الدرينة جوبتال اقوى سيومر فزودت للانترا اوكرال برجر وعمل لي جولوكومة احنا النهاردة كلامنا عن الساكندري جولوكومة وكلمة ساكندري انا بقصد بيها ان انا عندي مشكلة في اي استراكشر موجود في العين والمشكلة ديت مقصرالي على الانجل او مقصرالي على الدرينة جوبتال اقوى سيومر فزودت لي برضو الانتراوكرا البيجر وعمل لي جولوكومة أي مشكلة بقى في أي ستراكشور يعني مثلا الكورنية الايريس اللينس سيريال البادي المهم إن أي ستراكشور موجود في العين حصل فيه مشكلة وهي يقصر لي على الايه الدرينج بتاع الأكواس هيومر أو أصر لي على الانجل فزود لي الانتراوكرا البيجر وعمل لي جولوكومة بس قبل ما نتكلم عن الأسباب بقى في نقطة عايزين نتكلم فيها لما يجي أقسم الأسباب ديت المفروض ان انا بقسمها هل هي close the angle glaucoma ولا open angle glaucoma بقسمها على اساس ايه احنا عارفين ان close the angle ديت يقطب بها ان الزاوية ديت اتقفلت اتقفلت يعني بقت ايه بقت zero فاكرين في الجونيوسكوب قلنا ان انا عندي زاوية دي لقد جيت استغلقها zero ليه بقى لان انا عندي الايرس راحت ايه ناحية الكورنية ولمستها فكان في ايريدو كورنية لايه contact يبقى دلوقتي لو اي سبب من الاسباب اللي انا هقوله شوية كده كان في ايريدو كورنية contact يعني الايرس لمست الكورنية والزاوية دي او الانجل دي بقت zero دي تعتبر ايه؟ تعتبر close the angle glaucoma تمام؟ طيب دي اول حاجة طب تاني حاجة لو لقيت ان انا عندي فيه هنا بيوبيلر بلوك دي برضو تعتبر close the angle glaucoma يبقى اي حاجة من الاتنين دول ده close the angle glaucoma طيب لو جيت مثلا قلتلكوا ان انا عندي فيه مشكلة في العين وليكن طلعت بروتينايت البروتين دوت راح سديدلي trapecular meshwork طيب دلوقتي ديتو اعتبر close the angle ولا open اي حد يقولك بقى اي حد يقولك بقى ايه؟ سددتلي يبقى كده close the angle glaucoma يبقى close the angle glaucoma طبعا انا قلت كلمة close the angle glaucoma حاجة من اثنين لاما بيوبيلر بلوك هل هنا في بيوبيلر بلوك؟ لا طيب هل في ايريدو كورنية contact يعني الايرس لمست الكورنية لدرجة ان الزاوية دي بقت zero؟ لا ما قلتش كده انا قلتلكوا انترابيكرا مشورك هي اللي تقفلت بس يبقى ولا دي ولا دي يبدو تعتبر ايه؟ تعتبر open angel glaucoma تمام؟ دي نقطة اتفقنا عليها خلاص يلا بقى نسمينا كده احنا قلنا كلمة secondary glaucoma يعني ايه؟ كلمة glaucoma يعني زيادة في ضغط العين اللي هي انجريز الانترااكورال برجر وساكندري يقصد بيها ان انا بيحصل زيادة في الانترااكورال برجر ده نتيجة local idc اي مشكلة في العين باي structure موجود في العين يعني ومقصرها لي على الدرنج بتاع الاكواسيوم وزي اي جلوcoma بقسمها لاما closed لاما open ايه؟ انجل جلوcoma المفروض لو انت كنت قدامي وكده ان انا هقدر محاضرة دي اسئلة اصلا انا هسألكو وانتو تجاوبوني لان كل الكلام اللي احنا هنقول ده يعتبر اصلا انتو عارفينه وكلام اديب بس احنا برضو هنقولي تاني ايه كمراجعة فانتو حاولوا كده تسترجوه معايا واعتبروها دردشة كده ايه هي الاسباب اللي بتنميلي secondary glaucoma بقى؟ بالترتيب كده اول structure هيقابلني في العين هو الايه؟ الكورنية اين مشاكل اللي ممكن تحصللي في الكورنية وتزودلي الضغط بتاع العين اول حاجة ان يكون الشخص ده عنده كورنية الالثر واحنا عارفين ان الالثر ده بيبقى فيه توكسن مش التوكسن ده ممكن يروح يعمل لي irritation للآيرس فيعمل لي حاجة اسمى secondary a irides وانتو عارفين ان اي inflammation بيطلع اكسيو ديت من ضمن الاكسيو ديت اللي هو بيطلع عضوة البروتين فعشان كده بنسمي البروتين بيبقى موجود في الاقواص دلوقت فبنسمي ايه؟ بنسميه بلازمويد اقواص لانه بيبقى فيه بلازما بروتين تمام؟ طيب احنا قلتلكم المرة اللي فاتت ان البروتين ده بيبقى high molecular للوزن بتاعه ذات نفسه كبير فهو كده لوحده اصلا هيعليه للإنتراوكرا البرجر لانه هو high molecular weight طب كمان البروتين دوت ممكن يروح يقبل الترابيكولار مشورك ديت فكده افل الدرينيج خلص بتاع الاقواص يومر فزاود للإنتراوكرا البرجر تمام؟ يبقى دي اول حاجة الكورنيا الارسر طب عايزين نحدد دلوقت هل هي open angle ولا closed angle؟ احنا لسا اقلين حتى لو انا سديت الترابيكولار مشورك لسا زاوية موجودة فدي تعتبر ايه؟ تعتبر اوبل انجل جولوكوم تمام؟ يبقى دي اول سبب في الكورنيا طب تاني حاجة ان يكون الشخص ده عنده peripheral corneal perfuration اخدته في الكورنيا ان انا لما يكون في عندي peripheral على حسب بقى لو البرفريشن ده كان صغير small فإيه اللي بيحصل؟ ساعتها الايرس دي بتتحرك لناحية الكورنيا كده عشان تقفل البرفريشن الصغير ده طيب دلوقت هن قلت الايرس راح اتناحية الكورنيا يعني حصل ايه؟ I read cornea contact فكده عمل لي ايه؟ افل الانجل خالص وعمل لي جولوكوم اني نوع بقى احنا قلنا افلنا الانجل فكده عمل لي closed angle جولوكوم طيب ده لو هو small perfuration طب لو كان large perfuration بقى قلنا لو كان large perfuration ساعتها عرفتوا اني ممكن البرفريشن ده يهيل بسكار او يهيل بإيه؟ بأدهيجن يعني في فايبروزيس وكده فالأدهيجن دي كنا بنسميها سينيكيا كلمة سينيكيا دي يعني أدهيجن تمام؟ يتكون أدهيجن في الجنب هنا كده زي ما انتم شايفيني الخطوط اللي هي اللحبال دي وسميناها انتيرو لان هي موجودة هنا في الانتيرو تشامبر تمام؟ طيب انا عندي الادهيجن ده تعمل ايه؟ الادهيجن او الفايبروزيس ده هيشديلي الايريس برضو ناحية الكورنية فساعتها برضو كده قفلنا الايه؟ قفلنا الانجل فعمل لي برضو closed angle جولوكوم يعني في كلتا الحالتين سواء كان small perfuration او large perfuration انا قفلت الانجل وعملت ايه؟ وعملت closed angle جولوكوم ده في الايه؟ ده في الكورنية طيب نيجي بعدك الكورنية في مين؟ في عندي الانتيرو تشامبر باسولوجي قال ان انا عندي الانتيرو تشامبر نورمالي اصلا ما بيبقاش فيها احنا عارفين ان هي لازم تبقى اي حاجة transparent جدا شفافة مش معقارة ولا اي حاجة عشان ما تقصرش على الرؤية فهو بيقولك ان هي فيها كمية صغيرة جدا 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 من البروتينات اللي هي لو امانتو في البروتين حوالي 2-10 تلاف يعني نسبة لا تسكر يعني ولا بتحتوي على خلايا ولا solid particle يعني مفهاش اي خلايا ولا اي حاجات تاني طب ده ليه اصلا ليه هي مفهاش خلايا لان انا عندي لما بيحصل يعني الاكواز بيتكون بيبقى في حاجة اسمها blood aqueous barrier ال blood aqueous barrier ده ده بيمنعلي ان الخلايا او البروتينات او الحاجات دي تخرج برا للايه؟ للانتيرو تشامبر هو بيخرج في لوت بس تمام؟ تعشين ان تفضل الانتيرو تشامبر كلير وكده طيب دلوقتي انا قلت ان الانتيرو تشامبر دايما متعودة ان هي ميبقاش فيها خلايا وميبقاش فيها حاجة طب دلوقتي لو انا جيت حطيت فيها خلايا الخلايا ديت وزناها كبير فهتزود لي الايه؟ هتزود لي البسكوستي او هتزود لي الوزن بتاع الايه؟ الاكواز هيو مرده فعشان كده بيلك ان انا لو فيه اي abnormal content موجود في الانتيرو تشامبر ده هيزود لي الاكواز ايه بسكوستي وكمان ممكن ان البرتكل اللي الموجودة دي تروح تقفل طريب كلام مشورك بردو ساعتها تعملي انه من انوائ الجولو كومة حتى لو تقفل الطريب كلام مشورك قلنا الانجل لسه موجود يبا دي تعتبر ايه؟ ايه؟ اين انجل جولو كوم طيب ايه بارتكل اللي ممكن تكون موجودة في الانتيرو تشامبر بقى؟ اي حاجة تجعل ادمغك بقى ايه مثلا ان انا اني عندي باصل ودي تسمى ل MANY IMPOTIAL او اني عندي باصل بنسميها لوا HPEMA المهم طيب اني عندي مثلا ال LINBirU оي lleva بصل او مثلا اتضمرت اي او اني عندي مالجنigans وساعته بقى لما بيبقىفنة بيبقى مالجنigans او اني عندي لوا Silicon oil ودي بنسميها EDU هايبوبيون. فنعرف مثلا ان الماليك ننتسل بتعملي زوده هايبوبيون. سيليكون اويل بيعملي انفرتد هايبوبيون. تمام? الهايبوبيون نفسه بيبعباره عن بص سيل بس. ما اعتقدش ان هو بيسلب حاجات الهابلة دي. طيب بعد كده اه لو انا فيه مثلا ماتيريا اللي اسمها اكزوفيليات ماتيريا فساعدها بسمي الجولوكومة دي تزوده اكزوفيليات اه اكزوفيليشن ايه جولوكومة. طب لو في بيجيمنتسل موجودة في الانتيروت powiedzieć فبسميها بيجيمنت ري ايه جولوكومة تمام? فعلى حسب البارتكيل ني موجودة في الانتيروت بسمي الجولوكومه يعني. دي ثانية نطف اللي اه في الانتيروتكومة يعني. بحنا اتكلمنا على الكورنيا وتكلمنا على ايه؟ على الانتيروتكومة. بعد كده هنتكلم عن الايروس والايه وسيليا رباضي入ية تحصالي في الايروس او سيليا رباضي وتزود اول حاجة ان انا عندي يكون ايريس سيستا او تيومر ان انا الايريس ذات نفسها تطلع فيها تيومر التيومر دوت ممكن يزوقها لقدام فلما يزوقها لقدام هتلمس مين؟ تلمس الكورنية فدلوقتي حصل ايه؟ حصل ايريدو كورنية الكنتكت يعني كده الزاوية تقفلت فعمل لي كلوس دي ايه؟ كلوس دي انجل جولوكوم دي اول سبب طب تاني حاجة تاني حاجة ان انا يكون نفس الفكرة بتاعة الالسر بتاع الكورنية هنا برضو يكون عندي ايريدو سايكلايتس فيه انفلاميشن في سيلياريبوديو في الايريس وزي ما قلنا ان اي انفلاميشن بما معه اكسيوديت من ضمن الاكسيوديت دي بروتين فالبروتين ده ساعتها هيزود لي الانتراوكلر برجر هيزود لي الضغط بتاع العين سواء ان هو عشان هاي بارتكل او هاي ملوكولر رويت يعني او ان هو راح افلل ايه؟ ترابيكولر مشورك وعرفنا ان يدي تعتبر اوبن ايه؟ دي لسا ايلين تاني حاجه انه ممكن يحصل كورونيكيوبيايتس كورونيك يوبيايتس برضو اللي هو да امر اللي هو سواء سيلياريبودي او الايريس او كده طيب اخخدتكون في الكورونيكيوبيايتس دوت ان انا كان ممكن احصل لي إيه؟ اول حاجه ان انا كان بيبقى فيه مثلا ان الام patriot handout ك Khan بيطلع فيبرين والفيبرين ده كان بيعمل فايبروزيس الفايبروزيس ده لو حصل م بين الايريس والكورنيا وايكوني اللي الفتاع اللي احنا لساهقلنا علىها داللوقت اللي هو ايه موجود ما بين الكورنيا وموجود ما بين الايرس تمام? كمان كان ممكن انه يؤثرلي على البيوبل كان بيعاميلي حاجة اسمها او سيكيولو بيوبلي تمام? ودي تعتبر ايه? تعتبر ايه? ده ايه? ده في الكورونيكو فيايتس طيب بعد كده بقى فيلك حاجة اسمها ربيوزيس ايريديس. اي ربيوزيس ايريديوس ديت ان انا عندي ان UM شكرا ساعتها الريتينى مواد كدا بنسميها نرف يعني تحفز النمو او كدا فهي بتصنع هاتي للبلوت بيس الجديدة لا اما بتصنعه بالريتينيا لا اما بتصنعه على الريتينيا صول موسيقى دي بنسميها نيفا سكولاريزاشن اوف الايريس او فانا عندي فيه بلوت بيسل موجودة على الايريس هتقعد تكون 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 لحد ما تبقى موجودة لمسة الكورنية كده وقفلتلي الانجل فهتعمل لي ساعتها ايه تعمل لي كلوس دا انجل جلوكوم تمام دي بنسميها روبيوزس ايريديس ان انا عندي اتكون بلوت بيسل على السطح بتاع الايريس طب البلوت بيسل دي تكونيت ليه نتيجة ان انا عندي اسكيميا والاسكيميا دي طلع لي جروس فاكتور جروس فاكتور دي حفزتلي تكوين بلوت بيسل جديدة تمام دي اللي هي روبيوزس ايريديس طيب بعد كده بقى المشاكل اللي ممكن تحصل لي في اللينس انا عندي اخدتوا ان في اللينس دي ممكن يحصل ايه اول حاجة ان هي تبقى تتخنف يعني تبقى منفخة كده اللينس اللي هي المنتفخة دي بنسميها انتيوميسنت لينس انتيوميسنت دي يعني هي حصل فيها اسول وكده يعني بان دلوقتي اللينسه تغير حصل تغيرات في شكل الينس فبنسميها ايه؟ بنسميها فيكومورفق كلمة فيكو يعني عدسة ومورفق يعني الشكل بتاع العدسة ده طغير تغير بقى ايه؟ تغير بقىytt التغير بقى سبون كده حصل في ايه اللي هو بقت منتفخ، يعني طيب هي الايرس لما كبرت بقى و بقت منفخة كده، اي لا..يحصل هتزوق لي لما كانت منفخة؟ اي لا يحصل ستزق لي الايرس قدامها عندما تزقها سيحصل عندي ايريدو كورنيا الكنتكت وتقفل لي الانجل فتعمل لي ايه؟ فتعمل لي كلوس دي انجل جولوكوم تمام؟ دي هي اول واحدة اللي هي الفيكومورفك ايه؟ الفيكومورفك او الانتيوميس انتكاتركت قلنا كلمة انتيوميس انت دي يعني اللينس بقت تسولن بقت منفخة فحصل فيها تغيرات في الشكل بتاعتها فعشان كاسع منها فيكومورفك تمام؟ وقلنا لما حصلت تغيرات في الشكل ده او بقت منفخة زقتلي الايرس لقدام فقفلتلي الانجل طيب ايه ممكن يحصل لي تاني في اللينس ديت؟ ممكن ان اللينس ديت ذات نفسها تتضمر اصلا يحصل فيها تكسير طب لما تتكسر اللينس جوه الكابسول بتاع ده فيه بروتينات فالبروتينات ديت هتقوم خارجة من الكابسول لما تخرج هنا بقى هتروح تعمل لي ايه؟ هتروح هنا هنا لحد ما تقفل لي الترابيكولار مشورك فتعمل لي برضو ايه؟ بقى هنا بس هنا هتعمل لي وبنجولوكومة ودي بنسميها ايه؟ بنسميها فيكوليتك او هايبرماتيور كاتركت يبقى كلمة ليتك يعني تكسير وفيكو يقولنا يعني عدسة فهو حصل تكسير في اللينس دي يعني فالبروتينات خرجت من الكابسول ورح ايه؟ طيب ايه اللي ممكن يحصل لي تاني في اللينس؟ ان انا عندي ان اللينس ديت احنا لسا قلين ان فيه بروتينات خرجت من الكابسول انا طول ما البروتينات بتاع اللينس دي موجودة جوه الكابسول الجهاز المناعي ما بيعملاش اي حاجة طيب اول ما تخرج من الكابسول اول مرة الجهاز المناعي يشوفها فهيعتبرها ايه؟ فورن باضي فيروح يهاجمها فساعتها بتعمل لي حاجة اسمائي فيكو انافلكتك كلمة انافلكتك دي اللي هي يعني راكشن او رد فعل تدد حاجة غريبة دخلت الجسم يعني زي اللي بيحصل مع البنسلن والمضادات الحيوية وكده تمام؟ فدي بتحصل مع الفيكو انافلكتك دي بتحصل معها تروماتيك رابشار كابسول يعني انا لو الكابسول ده حصل فيه رابشار ساعتها قلنا البروتينات اللي موجودة في اللينس دي هتخرج بره فالجهاز المناعي مكانش عارفها قبل كده فلما خرجت اعتبرها جسم غريب فرح مهاجمها فعملت الحاجة اسمها فيكو ايه؟ فيكو انافلكتك طيب انا عندي بتاعنا لما الجهاز المناعي يهاجمها ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ماشي؟ طيب بعد كده بقى ايه اللي ممكن يحصل لي؟ ان انا عندي اللينس ذات نفسها يحصل فا ايه؟ يحصل عندي في الزنيول اللي هي مسكة اللينس دي في الاول لما لو ده كان بسيط كده ساعتها ان اللينس هيحصل فيها يعني هترخيص انها بسيطة كده ده لو انا عندي كان حاجة بسيط طب لو انا عندي الزنيول دي تتحصل فيها جامد اصلا وتقطعت خالص فايلا يحصل فاللينس ما فيش حاجة مسكية فتتحرك براحيتها بقى يحصل فيها حاجة اسمها يعني تتحرك لقدام تتحرك لورا تمام؟ طيب لما يحصل سابلكسيشن هتعمل لي اني نوع من انواع الجلوكومة هي لما حصل سابلكسيشن احنا قلت بقت مرخية بس قلتلكم هل هي قفلت الانجل؟ لا ما قفلتش الانجل فدي تعتبر ايه؟ ايه؟ اوبن انجل جلوكومة ده في السابلكسيشن طب الديس لوكيشن ده انا قلتلكم ان اللينس ذات نفسها بتتحرك ممكن تتحرك اصلا cert specifically احضر هنا كده اهل close تمام؟ فديك بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي close the angle التكاتيكتركت وقلنا كلمة انتمسنت يعني ان بتاع ده اللينس دي بقى تسولن طيب هي لما انتفخت تغير شكلها فعشان كاسمناها في كومورفك لما انتفخت راح تزقى الايرس لقدام وقفلت لي الانجل دي خالص فعملت لكلوز دي انجل جولوكوم طيب تاني حاجة قلت لو انا عند الزينيول دي اتقطعت تماما ساعتها اللينس بقت حرة فهيحصل فقط ديس لوكيشن ان هي تغير مكانها وكده ممكن تقوم ايه جا عند الانجل دي وقفلها كده فهتعمل لكلوز دي انجل ايه جولوكوم طيب تاني حاجة الاوبن بقى الاوبن دو بيبقى قلت بيحصل معه الفيكوليتك او الهايبرماتيور كاتيرك تقولنا كلمة ليتك دي يعني انا العدسة اتقصرت طيب ولما اتدمرت وكده اللي حصل البروتينات ديت اللي موجودة فيها راح تقفلها وعملها لايه اوبن انجل جولوكوم طيب تاني حاجة قلت لو حصل مثلا ان الكابسول ده حصل في رابشر والبروتينات دي خرجت ساعتها جهاز المناعة هيهاجمها فيعمل لي ساكندري ايه يوبيايتس والساكندري يوبيايتس يعمل لي زي نفس الكلام اللي هو فوق بقى بشان نعود نعيده تاني طيب تالت حاجة قلت لو انا عندي الزنيول دي حصل فيها دجينيريشن بسيط كده ممكن ان هو يحصل صبلاكسيشن مجرد ان هي يعني تبقى امرخية شوية كده مشي ودي بتعمل لي اوبن ايه اوبن انجل جولوكوم طيب ده كده لايه الاسباب بتاعت اللينس فيعندي بقى ايه اسباب بتاعت الزيتنا التنا بتعمل لي مشاكل اللي هي ان Bluetooth golochoma ده بيحصل زي نحن لسميلي نو الجولوجوم دي قلت بتحصل مع الأسكيميا ان انا عندي اسكيميا فساعتها دي الريتنا دي بتطلع علي مواد كده بنسميها ايه بنسميهاough Socular inaud 않는 force factor ال V-E Этот F login الا اما على السطح بتاع الريتنا او سطح بتاع الايريس. تمام? وليسة عيلينها من شوية مع اللي هي الروبيوزيس ايه? اي ريديوس. فدي الصورة بتاعتها. تمام? بلوت بيس الكتير اوي اوي موجودة ايه في العين يعني. طيب انا في التريتمنت بتاع النيوفاسكولار جلوكومة ده بعمل ايه? انا عندي مشكلتين. عندي ان الريت في اسكيميا وكمان الاسكيميا ديت عملت له جلوكومة. فانا لازم الاول اعالج الاسكيميا وكمان لازم اعالجها قبل ما دي تطلع وتعمل اللي بلوت بيس الجديد. تمام? دي اول حاجة. طب تاني حاجة بيولك ان انا اعالج الجلوكومة ديت على اساس. لو ان هو الشخص ده لسه بيشوف بعنيه ولا عينه بزط اصلا ومش محتاجها تاني. لو هو ممكن اتدره حاجات بقى مثلا زي الاستيرويد آآ بيتابلوكر مثلا كاربونيك انا هيدرويز انهيبتور الادوية اللي انتو خدتها في المحاضرة بتاعة البرايمري. او ان هو يعمل عملية اللي هي مش عارف اجي دي دي خصار ايه صراحة. تمام? دي اللي هي في طب نانسينج اي بقى بيعمل ايه? ممكن ان هو يعمل حاجة اسمها الكحول يعني بيحقن زي الكحول كده ورا الايبول. او ممكن يعمل ان هو يدمر او يعني استقصال. ان انا استقصال تقريبا من البلاط بسل اللي هي تكوني دي وكده. تمام? طيب اه اسمائي دي كده احنا تكلمنا عن اللي موجودة في العين انه ممكن تعمل ايه? زيادة في الانترا اوكلر برجر. نتكلمنا على الكورنية وبعد كده على الانتيرو تشامبر وبعد كده على ايريس والسيليا وبعدها على اللينس واخر حاجة الريتينو. فيه حاجتين بقى بحرفة تي هنتكلم عنهم اللي هم ايه? حاجة اسمها أول مايكاكتري هي إنترى أوكويلار ت وينترا أوكويلار ترледية أول حاجة إن أنا عندي تيومر طالع في العين تيومر ده ممكن يعملni جولوكومة ذي كذا أول حاجة في عندي 3 حاجات يعتبر رشب Sara هبعض أيضا يعني أنا عندي التيومر ده ممكن أصلا يبقي يكون طالع من السيليا ريباضي وساعتا بنسمى أيرس أو سيليا ريباضيا ميلا نوم superintendent ده يروح يعملللiff選فيةرا seguinte يعني هو يروح للأنجل ثانتًا وهي أفل عليغيرتوا ويأفلها تاني حاجة ان انا عندي الخلايا بتاعتي تيومر دي سواء كان المالجناند سيدلينج دي بتحصل مع ريتنوبلستومة او بيجو منتشدع بتاع الميلانومة ممكن برضو ان الخلايا دي تروح للانتيريو تشامبر دي وتقفل للانجل تمام؟ دولات ايه يعتبر شبع بعضه تاني تالت حاجة اللي هي اسبيس اوكيباي انجليجان ان انا عندي تيومر ذات نفسه واخد حيس في العين فمزود للضغط بتاعها احنا لسه قللين في الانتيريو تشامبر ان انا لو الخلايا بس زادت في العين ده بيعليل الانترا اوكرا بريجر مبالك تيومر بقى موجود في العين فهو اسبيس اوكيباي انجليجان وبيعليل الضغط قوي تمام؟ ده تلات ايه دول تلات حاجات اهم طيب عندي تلات حاجات برضو يعتبروا اللي هم علاقة بالبلوت بيسل ان هم مين؟ اول حاجة ان انا عندي كلوجر او في الفورتكس فين الفورتكس فين ديت بتبع عبارة عن فين موجودة في الاسكيليرا فاكرين في درينجerinje بتاع الاقواص قلت المساري النهائي بتاع الاقواص كان فين؟ سواء كان دخل عن طريق الjcievenge Predator مشهرك او عن طريق جيفو الاسكيلييرا كان في الاخر بينتهي في Lisa Sen ان هم دلوقتي عندي النهية بتاع الاقواص ان هو بيروح للسكيليرا اصلا فان ذلوقتي اروح لضغط علا البورتكس فين دي هل هيستقبل الأقواص من العين؟ أكيد لأ أنا ضغط جوائي عليه أساساً هستقبل إي قريبا تاني فهو دلوقتي لما أقفل فورتيكسفين ده كده مش هيتسقبل حاجة من العين أساساً فكده قللت يدرينج بتاع إي بتاع الأكواسهيومر دي أول حاجة تم كل شيء بالفلاط بيصل إنه عندي إنه الذي يكون المتطفل كده بيخذ من التغذية بتاع إي بتاع جسمي فهو هياخذ من التغذية بتاع العين أو البلاطسة بلاي بتاع العين فساعتها كده هيقل البلاطس بلائي اللي رايح للريتنا فيعمل لي ريتنا لسكيميا ويعمل الباصوي اللي احنا رسائلين ان هو يطلع عجروس فاكتور وجروس فاكتور دي تكون لبلاطبس الجديدة فساعتها تعمل لي نيوفاسكولر ايه جلوكوم طيب ثالت حاجة ثالت حاجة اخدتو في الباصولوجي لحد ما اتهريتو يعني ان اي تيومر في الدنيا بيعمل هيمورج ونيكروزيس هيمورج ونيكروزيس فانا عندي اني تيومر ده ممكن يعمل له هيمورج طب هيعمل هيمورج في هين بزبط في الفيترس هيمورج طيب الفيترس هيمورج ده بيبقى نازيف موجود ورا هو زي في صورة دي كده انا عندي الهيمورج ده بيبقى عبارة عن ربسيز الاربسيز ديت لما بتكسر بيبقى عبارة عن ميمبرين كده وبتبقى منفخة شباي فساعتها بنسميها جوستيسل يبقى جوستيسل دي بتبقى عبارة عن degenerated a rbc طيب انا عند الاربسيز ديت ممكن تروح للترابيكلر مشورك وتقفلها فساعتها تعمل جولوكومة فعشان كده الجولوكومة اللي بتحصل مع الفيترا سيمرج بسميها جوستي سيل جولوكومة سميناها كده ليه لان قلنا من اللي سببها الاربسيز المتكسرة اللي هي اسمها جوستي سيل اصلا تمام؟ يبقى دي الحاجات اللي هي الايه بتاع الانترا اوكلر تيومر اخر حاجة برضو ان انا يكون عندي بتاع ده تيومر ده طالع وراء الايرس فيزوق الايرس لقدام فكده الايرس هتلمس الكورنيا فيحصل عند ايريدو كورنيا الكنتاكت فساعتها دي بتعمل لي ايه الجولوز ده انجل جولوكومة يبقى دي الميكانزمات اللي ممكن التيومر يعمل لي بها ايه؟ يعمل لي بها جولوكومة قلنا ان انا عندي ممكن يعمل لي دايريكت اينفيجان لبتاع ده للانجل نفسها او ان هو يبقى سبيس اكويباي انجليجان او ان الماليك ننتيسيل ديه تروح رايحة للانتيريو تشامبر انجل وتقوم ايه؟ افلها لي تالت ايه وقلنا تلات حاجات اللي هم علاقة بالبلوت بيسل ان انا الفورتكسي فيين اللي موجودة في الاسكيريرا دي اتقفلت فبالتالي هي البرجر جوها عايق اساسا فمش هتستقبل اي حاجة من العين فكده الدرينج بتاع الاقوص ايه هيقف تاني حاجة ان انا عندي التيومر ده بياخد من البلوت سبلاي بتاع العين فكده البلوت سبلاي هيقل للريتنا فتطلع لجروس فاكتور تكوني البلوت بيسل جديدة فهتعمل لي نيوباسكولار ايه جولوكومة تالت حاجة ان انا التيومر دوت بيحصل فيه هامورج من الكولوسوس وكده وبيحصل هامورج في البترس فبنسميها بترس هامورج قلنا ان انا عندي الهامورج ده بيبعباره عن اربسيز متكسرة اسمها جوستسيل اربسيز المتكسرة دي تروح رايحة لتربير اربشورك واقفلها يلي فتعمللي جولوكومة فسمينا الجولوكومة دية جوستسيل ايه جولوكومة وقلنا ان انا عندي التيومر نفسه ممكن يبقى ورا الايرس فا اذوقها فتلمس الكورنية فتعمل لي ايه كلوس دانجل جولوكومة ده اللي هو الايه التيومر التيي التانية هي تروماتيك بقى ان انا عندي شخص اتخبط في العين بتاعته كده ممكن تعمللي جولوكومة ازاي ان انا عندي مثلا انه الشخص دي كنت بعمل له عملية في الانجل بعمل حاجة اسمها انجل ريسيشن او اللي هي المهم يعني بعمل عملية في الانجل دي فهي اي عملية ممكن تهيل بايه بسكار وفايبروزوس نمام? او انا وانا بعمل العملية دي ممكن يحصل لي بلانت ترومة فحعملت لي رابشر للسيليا ريبادي فالربشر ده برضو ممكن يعمل لي فايبروزوس وكده المهم ان هو قفل لي الانجل الفايبروزوس ده لما كان موجود ما بين الايرس والكورنية رح شديد لي الايرس ناحية الكورنية فقفل هالي نمام? انتو عارفين من البصروجي ان اي فايبروزوس يعني زي بيكش كده فان عند الخيوط او الحاجات المتكونة الفايبرس المتكونة دي بتشديه لي الايرس ناحية الكورنية فعشان كده هي بتقفل هالي وبتعمل لي كلوس ده انجل جلوكوم دي اللي هي اول واحدة اللي هي انجل سيشن طب تاني حاجة ان انا لسه واغدينها اللي هي الايه اللي هيب هي ما ديت ان انا عندي في ايه بلوتسل موجودة في الانتيرو تشامبر ان انا مسلا شخص ده اتخبط فاسيليا ريبادي او في الايرس راحت البلوتسل اللي موجودة فيها حصل فيها رابشر فطلعت لي ايه طلعت لي خلايا دم او كرات دم حمرة موجودة في الايه في الانتيرو تشامبر يعني فانا عندي الاربسيز ديت ممكن تتجمع مع نفسها كده وتكون افلالي الانجل تعملي السينيكيا اللي احنا قلنا على قدام اللي سميناه بريفرا انتيرو سينيكيا تمام يبقى انا عندي البلوتسل لما حصلها ساعتها ممكن تعملي بريفرا انتيرو اسينيكيا تاني حاجة ان البلوت ده ممكن يجمع برضو يقفل لي ايه البيوبل فيعمل لي بيوبيلار ايه بيوبيلار بلوك طب في الحالتين دولت احنا لسه قلناه البيوبيلار ايه سينيكيا كان هيشد الايرس نحية الكورنيا فكده الايه الانجل تقفلت يعني هيعمله كلوس ده انجل جولوكومو طيب والبيوبيلاري بلوك احنا قلنا برضا بتعمللي قلوس د ايه انجل جولوكومو فيبقى انا عندي الهبهيمة دية بتعمللي بتاعدة ساكندري قلوس د ايه قلوس د جولوكومو طيب تاني حاجة الابن انجل جولوكومو بقى الابن انجل جولوكومو ديت عن طريق ان الاربيسيز ممكن تروح تقفللي الترابيكولر مشورك ماشي فكده قفلتلي الدرينج بتاع الاقواص يعني طيب ثالت حاجة بقى ثالت حاجة في الترومة ان انا ممكن نتيجة الترومة ديت يحصل عندي بتراسيامورج واحنا لسا واغدين يعني ايه بتراسيامورج قلنا ان الاربيسيز لما بتتقصر بتباسمها جولوكومو ولما تقفللي الترابيكولر مشورك تعمللي جولوكومو فعشان كده اسميناها جولوكومو طيب اللينس دلوقتي هو الشخص تخبط فاللينس بتاعته راحت ايه متضمرة او الكابسول حصل في رابشر لسا واغدين ان الكابسولة مايرابشر يطلع ايه يطلع بروتينات والبروتينات دي ممكن تروح تقفللي ترابيكولر مشورك او تقفللي الانجل طيب بعد كده ان انا عندي نتيجة الترومة دي تزودتلي البريجر بتاع الايه الايبسكيليرالفين واحنا لسا بايق برده قايلين ان لو الايبسكيليرالفين ديه البريجر جواها عالي او تقفلت او تسدت يعني weder في ساعتها الايحصل ساعتها مش هتستقبل حاجة من العين اسلا او اصلا يعني الاقواص مش هتستقبله فكده الايقواص مايذب ويزد الايه في العين ويزد الايكولر بريجر فاتعملي جولوكوب طيب ايه اللي ممكن يزود لي الايبسكيريرالبرجر ؟ ان انا عندي نتيجة الخطة ديته ممكن اتفتح فتحه ما بين الكاروتوت وما بين الكابيرناس فمسميها كاروتوت كابير bananas فستولة الفيسترا ديت هتزود لي الإيه الإيبس كيرير البريجر كمان ان انا عندي ريترو بربر إيه بربر هيماتومة في عندي هيماتومة او تجمع دموياني ورا الإيه ورا الايبول فزودت لي البرجر بتاع الإيبس كيرير البريجر تمام؟ يبدأ في الإيه في الترومة قلت الترومة عندي لإيما أنجري سيشن انا بعمل عملية وكده فهيتهيل بفايبروزيس بوسكار يعني الفايبروزيس ده هيقوم شديد للآيرس ناحية الكورنيا فيقفل للأنجل تاني حاجة اللي هي لو بيبقى في بلط سيل موجودة في الانتيريو تشامبر البلط سيل ديت ممكن تروح تقفل لي الترابيكولو المشورك فساعتها تعمل لي اوبن انجل جولوكومة طب لو البلط سيل ديت اتجمعت مع بعض وعملت لي بريفراء الانتيريو سينيكيا او ان هي راحت قفلت لي البيوبل في الحالتين ديت هتعمل لي ايه كلوز دي جولوكومة او ان انا حصل عندي بترس هيمورج او اللينس اتدمرت فطلعت بروتينات من الكابسول والبريتنات ديت اتقفلت لي الترابيكولو المشورك او ان انا عندي نتكوين لي هيماتوما ورا الريترو ورا الايبول او ان حصل فيه ستولامبين الكاروتوت وكافرنس الحاكتين دولا تزودو لي البرجر جوه الايه؟ جوه الايبس كيريرا رفين فلما زودو لي البرجر مش هستقبل حاجة من العين فكده درينج بتاع الاقوص ايه ووقف ده كده الايه اللي اتنين تيه سواء كان التروما او التيومر اخر حاجة بقى الايه؟ الدرج او اياتروجينيك اياتروجينيك دي يعني الدكتور هو السبب وعمل للعين ده جولوكوما ازاي عمله جولوكوما؟ لا اما سيرجيكالكوزيس لا اما ميديكالكوزيس سيرجيكالكوزيس ان هو هو بيعمل له عملية مسلا بسبب شوية ماتوريال كده موجودين في الانتيرو تشامبر وزي ما قلنا اي ماتوريال هي بتزود لي البيسكوست بتاعت الاقوص يعني او ان هي ممكن تروح تقفل لي الترابيكال المشورك دي تمام؟ يبقى ريتين دي بصة اوبراتي بايه؟ ماتوريال طبعا حاجة ماليجنة جولوكوما كلمة ماليجنة جولوكوما دي ان هو بيعمل العملية دي تخلى لي الانتيرو تشامبر بقت تشالو يعني حاجة بسيطة كده يعني ديق لي الانجل فدي بنسمها ماليجنة جولوكوما ماشي؟ اللي هي تشالو ايه؟ تشالو انتيرو تشامبر طيب بعد كده ان هو بيستخدم مادة مثلا زي السيلكون او الجاز كده المادة دي تزودت للبرجر جوه العين دي اللي هي سيرجيكال ايه سيرجيكال كوزوس طب الميديكال ان هو استخدم استرويد فساعتها بنسميها استرويد انديوز دي جولوكوما هو نصراحة دورت كزا مرة يعني الاسترويد بيعمل جولوكوما زي ما وصلتش تحاجب الاخر بس هو تقريبا ان الاسترويد بيقللي كده المناعة تمام؟ فهو لما يقلل المناعة بيخلي العين عرضة للانفكشن فانا ممكن العين دوت يجيلو مثلا ايرايتس بقى ايه يجيلو يوبيايتس تمام؟ ونحن لسا واغدين ان الايرايتس او اليوبيايتس ديت بيطلع لايه؟ بروتين فتعمل لي بلازمويد اكوس او ان هو يقفل تربيكولر مشورك تمام؟ وبتعمل لي اوبنجولوكوما تقريبا ده هو الميكانيزم اللي بيحصل بيه يعني المهم ان انا عندي الاسترويد دوت ولكن العيان لما بياخده هو غالبا بيبقى توبيكال زي اطارات يعني بيحطها في عين وكده بيدين رسبونس وبعد ستة اسابية من التوبكال ايه؟ بيتاميسازون طيب اللي يزود للريسك بتاع الانتراوكرا بريجر ان هو يزيد ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ثلاث حاجات اول حاجة القوة بتاع الدواء ده هل هو سترونج سترويد ولا ويك سترويد سترونج سترويد دوت زي مثلا الديكسا او البيتا او البريدن اللي هو البريدنزلون دوت لو هو سترونج ساعتها العين بيبعرضة اكتر ان هو يزود له الضغط بتاع العين فيبعرضة اكتر للجولوكوم طب لو هو ويك لا ده حاجة بسيطة كده مش هتقصر لي قويا تمام؟ فعشان كده يفضل ان احنا طبعا نكتب اللي هو الويك سترويد ماشي بنحفظ اسامي الادوية لان هو ممكن مسلا نجي لك يقول لك كل الادوية ديت بتعملي يعني بتزود ان الشخص ده يكون عرضة اكتر للجولوكومة يعني معادة انا عندي ديكسا ميسازون والبيتا والبريدنزلون دوت ده بيخلي عرضة اكتر ان هو يجي له جولوكومة لان هي سترونج اما اللي هو الاخير دوت اللي هو الفلورو ميسازولون ده بيبقى اقل شوي طيب بعد كده الروتق في ادمنسريشن بلك ان انا السيستيميك سترويد ليس لايكلي تو بريدوس انترا اكترى بريجر اي رايز يعني السيستيميك لو انا خدت سترويد مثلا انترا في نصحوان وكده ده ما بيبقاش عرضة ان هو يجي له جولوكومة تمام؟ عالعكس التوبكال لو انا خدته اطره فالعيان بيبقى عرضة لجولوكومة طيب كمان علحصها بالديوريشن والفريكونسي والدوز هو بياخد الالسترويد ده لمدة قد ايه والجرعة بتاعته قد ايه تمام؟ كل الحاجات دي بتتوقف عليها زيادة الانترا اكترى بريجر يبقى كده احنا اتكلمنا على الساكندري جولوكومة وقلنا يعني ايه ساكندري؟ قلنا ان انا عندي زيادة في الانترا اكترى بريجر نتيجة لوكال اي دي سيز يعني اي مشكلة في العين في اي موجود في العين واتكلمنا على اسباب بتاعت الكورنيا قلت انه ممكن يحصل الالثر مثلا لو جينا راجعناهم سريعا بقى كده قلت ان انا مثلا في الكورنيا ممكن يحصل لي الالثر وديات هتعميلي او اللي هي بريفرا الكورنيا البرفريشن فتعميلي committed to it او ان انا عندي الانتيرويتشامبر ده كان فيها بارتيكيل والبرتيكيل دي اتزودتلي البيسكوزتي بتاعت الاقوص وين كان البروتكيل بقى ممكن تكون بلد ممكن تكون بصل ممكن تكون لنس المتر او اي حاجة من الحاجات التحت دي بعد كده قلنا ان انا عندي الايرس ديت او سيريا ريبادي ممكن يعمللي جولوكومة عن طريق ايه ان هو مثلا يبقى فيه تيومر والتيومر دوت يزوء الايرس فتقفل للانجل او ان هو يحصل فيها بتاعت ايريدوسايكليتس وكده فتطلع لبروتينات تقفل لترابيكولار مشورك او ان هو برضو يعمل له كرونيكي فيايتس فيعمل لي بريفرا انتيروس سينيكيا او يحصل حاجة اسمار بيوزيس ايريديس وده بتحسن مع الاسكيميا لما يحصل اسكيميا بتطلع لي ايه اللي هي نيوفاسكولار ايه جروس فاكتور انتو سيريا الجروس فاكتور الجروس فاكتور دي بتكون لي بلوت بيسل جديدة على السطح بتاع الايرس فالبلوت بيسل دي بتقوم قابلال ال ايه الانجل او مدايئة هالي يعني فهايقللي درينج بتاع مين بتاع الاقوص طيب بعد كده قلنا اللينس اللينس بتعمل لي نوعين من الجولوكومة سواء كان الكولوز او الابن نعرف مين اللي بيعملي ده ومين اللي بيعمل ده عشان لو جات في الامسي كيو وقال لي اكسبت قلنا ان انا الكولوز بتحصل مع الفيكو مورفجولوكومة ومع الديس لوكيشن اما اسم اي دية الاوبن الاوبن بتحصل مع الفيكوليتك والفيكو انافلكتك والصابل ايه والصابل اكسيشا تمام؟ لما نفهم الميكانيزم بتاع كل واحد هنعرف هو يعني بيعمل اوبن ولا كولوز تمام؟ عشان يعني اللي ما بيعرفش بصمج او كده طيب الريتنا الباصولوجي قلنا ان الريتنا لم يحصل فيها اسكيميا هتعمل لي حاجة اسمانيوب بسكورة الجولوكومة قلت لازم ان انا نعالج المشكلتين هعالج الاسكيميا دي قبل ما تعمل لي بلطبس الجديدة وكمان نعالجه الجولوكومة قلت علاجة الجولوكومة بيعتمد على اساس هل هو لسه بيشوف بعنيه ولا ما بيشوفش تمام؟ قلت لو بيشوف ببدأ باب ادوية وكده استيرويد بيتابلوكار كاربون كادوهيدروزين هيبتور بعمل عمل عملية اللي هي صوب اسكيليرا ترابيكي لوكتومي او لو هو ما بيشوفش بعنيه بحقن الكحول مثلا او بدمر الايه السيرياري باضي وكده طيب قلنا التيومر وتروما قلنا التيومر بيعمل لي جولوكومة عن طريق كذا ميكانيزم ان هو بيبقى اسفيس اوكوباي انجليجيا مثلا او عمل انفجل للانجل نفسها او ان هو ضغط لع البلوت فيسل بتاع الاسكيليرا فما بيش تتقبل حاجة من العين او ان هو بياخد من الدم بتاع العين فبالتالي عمل لي اسكيميا في الريتنا فعمل لي نيوفوسكولار جولوكومة او ان هو حصل هيمروج ونيكروزيس وكده والاربسيز المكسطرة ديت هي اللي رحت افليت لترابيكولار مشورك او ان تيومر زيت نفسه زقيق للآيرس قدام فأفلي لايه الانجل تمام? اه تروماتيك جولوكومة بقى قلنا بتحصل مع الانجل سيشن وبتحصل مع حاجة اسماه بهمة واللينس انديوزد جولوكومة واخر حاجة اللي هي انكريز في الابسكيليرا لأيه بريجر بعد كده قلنا ايه اتروجينيك لأيما سيرجيكال لأيما ميديكال وقلنا ميديكال اه بتحصل مع ايه مع الاسترويد قلنا مهم جدا نحفظ الادوية اللي هو الاسترونج استرويد دولت تلات ادوية دولت هم بيبقى عرضه اكتر ان يجيلوا ايه يجيلوا زيادة في الانتراكرة بريجر فيجيلوكومة وكمان على اساس الروت لو جيالك مين اكتر اه يعني سيستيميك ولا لوكال اللوكال هو اللي بيبقى عرضه اكتر ان يجيله ايه جولوكومة اما السيستيمك لأ تمام؟ دي تجميع مثلا الاسباب اللي هي موجودة في السليدات اللي قدام دي ومعها كلوز دا انجل جولوكومة زي مثلا مين زي ما قلنا البريفرا كورنيا البرفريشن قلنا في البريفرا كورنيا البرفريشن دي لو كان البرفريشن صغير ساعتها الايريس بتقوم رايحة ناحية الكورنيا وقفلها لي طب لو كان البرفريشن كبير قلت لو كبير بيهيل بسكور والسكور دا او الفيبروزوس اللي حصل دا او الادهيجن اللي حصل يعني هيشديلي الايريس برضو ناحية الكورنيا اه ويقفلها لي ده اللي هو البريفرا كورنيا البرفريشن طب تاني حاجة تاني حاجة قلنا اللي هو الايريس سيست او او ايريس تيومر قلنا ان انا عند فيه تيومر زي ايه اللي الايريس ناحية الكورنيا فعمل لي برضو ايريدو كورنيا الكنتكت وقفل الانجل او ان انا عندي كرونيك يوبيايتس دي الحاجات اللي بتحصل مع الايرس وتعمل لكلوز دي جولوكومة طيب الحاجات اللي بتحصل مع اللينس قلنا انه يحصل حاجة اسمها فيكومورفك انتيوميس انتكاتراب قلنا كلمة انتيوميس انت دي يعني بقت منفخة بقى سبولن وكده يعني شكل بتاعه تغير فعشان كي سمناها فيكومورفك فيكو يعني عدسة ومورفك يعني ايه شكل تمام؟ وقلنا ان هي لما بقت منفخة وكده زقتلي الايرس لقدام فراحت تحصل ايريدو كورنيا الكنتكت وقفل الانجل وعمل كلوز دي انجل جولوكومة طيب ثاني حاجة اللي هي لنس دوس لوكيشن ان انا لما الزنيول دي اتدمرت خالص حصل فيها دي جنريشن يعني راحت ايه بقت سايبة كده فممكن ان اللينس دي تتغير مكانها وتبقى قدام في الانتيرويتشامبر وتقفل للانجل تمام؟ طيب كمان بقى بعد كده في التيومر قولنا ان هو لو زقلي الايرس لقدام ساعتها يعمل لي كلوز دي انجل ايه جولوكومة واخر حاجة في الترومة قولنا هناك ترومة يحصل كلوز دي انجل ايه كلوما مع مع الكتين مع الهيجب هيمة و الانجل ييسشن قولنا الوجود دم في قلب الانتيرويتشامبر ممكن يعمل لي كلوز دي انجل جولوكومة وانه يقفل لبيوبل يعني بيوبلة عربلوك يعني او ان هو يروح يعمل لي بريفرة الانتيريور ايه مهم ان نعرف الميكانيزمات لان زي ما هناخد دلوقتي في سؤالين دولت هو بيسأل فيه زي مثلا بيلك ايه ساكندري جلوكومة ديوتو ايريدو سايكليتس مايبي ديوتو الساكندري ايه يعني الجلوكومة اللي بتحصل نتيجة الايريدو سايكليتس دي بتحصل بسبب ايه اصلا احنا قلنا ان الايريدو سايكليتس دوت انفلاميشن والانفلاميشن ده بيطلع اكسيو ديت قلنا ان الاكسيو ديت دوت ممكن مسلا من ضمنهم برضو يبقى فايبرين والفايبرين دوت ممكن ان هو يروح يكون لي بريفرال انتيروس سايكيا تمام؟ فتشديلي الايريس ناحية القرنية ويقفلهايلي تمام؟ فالكلمة اللي نلاقفة اكسيو ديت تبقى هي دي الاجابة يعني انت لما ايتس يبقى اكسيو ديت هي فين؟ اللي هي هتبقى رقم سي ارجانيزيشن اوف الانفلاماتري اكسيو ديت ماشي؟ طيب تاني حاجة لكن انا عندي اللينس انديوز جولوكوما انهيوش افزا فالونج اللينس دي كاب بتعملي جولوكوما فاني واحدة من دولة قلنا الانتيوميس انت قتركت وعرفنا ايه هي الانتيوميس انت اللي هو حصل فاسولين فراحت امزقالي الايريس لقدام وعملية الكلوز عنجل جولوكوما تمام؟ ومهم ان احنا نعرف في الاسباب دي لان ممكن مسلا يجيلك يقول لك كل دولة تعملوا الكلوز عنجل جولوكوما اكسيبت ويجيبلك سببتين تمام؟ فانا مجمعهم لكو هينو كده احنا اعتبر خلصنا اول جزء اللي هو الساكندر جولوكوما خد رسطة كده وارجعتين نيجي بقى جزئتين من المحاضرة احنا كده اعرفنا ايه هي الجولوكوما وتكلمنا عن البرايمري وكلمنا عن الساكندر جولوكوما وكده دلوقتي انا نتكلم على التريتمين بتاع الجولوكوما انا عندي في السيرجيكال تريتمين فيه عندي طريقين لاما ان انا استخدم الليزر لاما ان انا ادخل بقى جراحة فعلا ان انا بيبقى مشربة وافتح عيني وكده يعني تمام؟ اول حاجة اللي هي في الليزر بروتجر الجدول ده حفظ بحث يعني لازم نحفظ الحاجات الموجودة فيه طيب نحفظ ايه بقى؟ لازم نعرف نوع الليزر اللي انا هستخدمه في العملية ديت وباستخدمه ليه وامتى باستخدمه تمام؟ يبقى لازم نعرف الحاجات دي جدا جدا لو قليكم مثلا ان انا عندي الايرس انا عندي في الايرس دوت باستخدم نوع الليزر اسمه اني دي ياج الليزر دوت انا باستخدمه ليه؟ باستخدمه عشان اعمل حاجة اسمه بريفرال ايروتومي احنا قلنا كلمة اوتومي يعني انا بافتح فتحة بافتحها فين هنا؟ بافتحها في الايرس بس من ناحية البريفر برا يعني طيب انا بافتح الفتحة دي ليه؟ انا مثلا العيان دوت عنده بيوبلر بلوك يعني البيوبل بتاعته هنا ديت مقفولة فاستيلي رباضي لما يكون الاكواص يجي يخرج من هنا يلاقيه مقفول فانا باعمل ايه بقى؟ باقوم جايب العيان دوت ومعرضه للليزر اللي هو اني دي يجلي الليزر دوت واعمل حاجة اسمه بريفرال ايروتومي انا باعمله فتحة هنا كده في الايري من ناحية البريفر زي ما موجودة هنا كده اللي هي دي تمام؟ طيب الفتحة ديت هتتعمل ايه؟ ان انا عندي لما الاكواص يتصنع في سيلر باضي هنا يقوم خارج من الفتحة دي على طول ورايح للترابيكلر مشورك مش محتاج ان هو يعدي من البيوبل اللي هي المقفولة دي يبقى انا امتى باستخدمه؟ باستخدمه لما يكون عندي كلوز جولوكومة اللي هي بيوبيلر بلوك يبقى دلوقتي قلنا في الايريس قلت ان انا باستخدم لليزر نوع ايه؟ اسمه اني دي ياج بعمل باعمل حاجة اسمه بريفرال ايروتومي ان انا بفتح فتحة في الايريس من ناحية بر باستخدمه بحالات الكولوز جولوكومة ولكن ممكن ادخل سيرجيكال في العملات اللي احنا نقولها بعد كده يعني لما يكون عندي هازي كورنيا اللي هي الكورنيا بتاعته بتبقى تيربيد يعني ماشي؟ مش هعرف ان انا هدخل بالليزر وكده مش هبقى شاي طيب تاني حاجة في الانجل بقى باستخدم نوع ليزر اسمه ارجون او double frequency او حاجة اسمها اني اللي هو اني دي ياج زي اللي فوق بعمل به ايه بقى؟ بعمل به حاجة اسمها ليزر ترابيكولو بلاستي وهبعكيكو فيديو ليها ليزر ترابيكولو بلاستي ده اني انا باجي على الترابيكولو المشورك كده وبعرضها للليزر فانا كده ايه؟ زي فتحت الترابيكولو المشورك بقى فبقدريني انتش سهل شوية الاقوى سيدخل من خلالها يعني تمام؟ طب انا امتى بلجأ للبروسيدجر دوت؟ بلجأ له لما يكون ميديكا ليفيلد يعني العلاج اللي هو الادوية وكده ما جابش نتيجة او اني يكون الشخص ده كبير في السن مش هقدر ان انا دخله جراحة فعلا ان انا افتح عيني بقى بالمشورك وكده تمام؟ يبقى النطفة ايه تو سيرجري وبالك ان البروسيدجر ده بيقلل الانتر اوكري بيرجر بالنسبة 25% يبقى ده في الايه ده في الانجل طب تالت حاجة سيليا ريباضي قالك ان سيرجري بوضي دوت انا ممكن اعمل حاجة اسمه سيرجري بوضي قبليشة يعني انا ادمروا استقص anderer اصلا اعمل حاجة اسمها سيكلو ديستركشون ان انا ادمرها اسمها الايه سيليا ريباضي ده طب انا بدمراه عن طريق ايه ممكن ادمراه عن طريق حاجة اسمها دايوت او واللي هى ترانسيسكيلير ال سايكولو ايه أو كونتينو السياج انا بقى اكبر للكل بتاعشين الخط تعرفته اقربويا المهم. المهم ان انا باستخدم الليزر ديت عشان ادمر الايه السيليا ريباضي ده. طيب باستخدمه امتى بقى? ده انا باستخدمه لما يكون في الحالات اللي هي يعني مش نفع مع اي حاجة. جربت بتاع دوت ادوية مش نفع. جربت عمليات مش نفع برضو. فانا بعمل اي بقى? بروح ادمر السيليا ريباضي ده اللي هو بيكون للاقوص. فانا دلوقتي مفيش تصنيع للاقوص اساسا. فكده انا قللت الايه? قللت الانتراوكولار بريجر. تمام? طيب ب باستخدمه في حالات الريفراكتور جولوكومة او اللي هي النيوفاسكولار جولوكومة او في التروماتيك او اللي هي العملية بتاع السابسكيلير ارترابيكي لوكتم اللي احنا نتكلم علىها شوية كده فشلت. يبقى دلوقتي قلنا السيليا ريباضي ده انا بلجأ له كاخر حل بقى خلاص انا مش نفع معي اي حاجة العملية فشلت او ان هو كان تروماتيك او نيوفاسكولار او اللي هي يعني مش نفع معها اي ميديكال ولا نفع مع اي حاجة خالص. فانا بروح ادمر السيليا ريباضي بقى كده انا مفيش تصنيع للاقوة سيومر اصلا. وقال لك ان انا ممكن ادمره برضو عن طريق اللي هو سايكلو كريو سيرابي. اا كريو سيرابي ده ان انا بعرضه للتبريد يعني اللي هو بعرضه اللي هو الحرارة يعني بردة وكده فهي تضمر. تمام? يبقى ده اللي هي الليزر بروسيدر قلت ان انا باستخدم ايه? مهم كده ان انا عرف نوع الليزر وباستخدمه ليه وامتا. تمام? طيب نيجي بقى على السيرجيكال تريتمينت. العمليات اللي انا بعملها لعين الجولوكومة. هم نفس الحاكتين اللي قلناهم اخر مرة في الفيديو اللي فات بس انا دقريبا تلطقتوكم فيهم يعني فبيعدوهم لهنا تاني. المهم ان شاء الله المرات دي يعني يكونوا واضحين بإذن اللي وانا برضو دورت لكم على الفيديوهات وابعتها لكم مع مع الفيديو. اول حاجة اللي هي صابسكيليرا ترابيكيلوكتومي. قلنا كلمة اكتومي يعني ان انا بشيل. طيب انا بشيل هنا ايه? بشيل جزء من الترابيكيلر مشورك. تمام? طيب صابسكيليرا لان انا بدخل كده عند السكيليرا وبفتح تحتها يعني بعمل فتحة تحت السكيليرا وكده. ليه? عشان اوصل هنا ان يكون الاكوة سيومر يجي من عند الانتيرويتشمبر هنا يقوم داخل تحت السكيليرا ومنها ل اكتومتي الخاصة لتهب الكن جاكتايفا. تمام؟ طيب انا هنا بقى وصلت من مين? وصلت الانتيرويتشمبر بالكن جاكتايفا لسبييس. يبقى دلوقت احنا قلت ان انا بشيل جزء من الجزء لرابيكيلر مشورك وبفتح تحت المسكيليرا. طوي انا بفتح تحت المسكيليري لذي عشend 소개واسل الانتيرويتشمبر بالكنجاكتايفا هنا. والاكوة سيروح لاكوة تحصل الكنجاكتايب ويحصلها من خلالة. تمام؟ طيب انا بعمل كده ازاي بقى ان ا أنا بجي بعمل souls última والانسيجن يعني بافتح شرية ديت بعمل فيها صوت شريان الجارح وكده بعد كده بعمل ايه؟ بروح برضو اللسكليرا وافتحها وبعدين بعمل scelleroktomy، يعني أنا بشيل جزء من اللسكليرا دي ماشي؟ ومع اللسكليرا اللي أنا بشيلها بشيل كمان معها جزء من ال Trapicolor مش work وممكن اشيل جزء من ال Shell M-CANAL كمان يبقى أنا دروقتي اشيلت هنا اللي اهو جزء بتاع اسكليرا شرط الجزء بتاع الاسكيليرا وكمان شرط الجزء من الايه من الترابيكلر مشورك وبعدين كمان ايه بيقول لكم ان انا ممكن هنا اعمل بريفرا الايريدوكتومي مع العملية دي كمان ان انا اروح افتح فتحة في الفائل بالايه الايرس عشان برضو ان الاقوس لما يتسطنع هنا يخرج من هنا على طول يعني كأسهل طريق أسهل يعني المهم انا خلاص فتحت ووصلت الانتيريو تشمبر هنا كده بالكونجاكتايفا برجع عقفل تاني بعمل ايه اللي هو بخلي الكونجاكتايفا بقفلها من بره بقى السوتشر اللي انا فتحته بره ده بقفله تمام يبقى تاني دلوقتي انا بغتلكوا فيديو برضو الفيديو هايبقى اوضح من الكلام اللي انا بقوله قولت ان انا فتح جرح في قلب الكونجاكتايفا وبعد كده بدخل بقوم جاي باقي شيل جزء من الاسكيليرا بعمل اسكيليريكتومي ماشي وبعد كده بأشيل معا كمان جزء من الاشليم كانال وشيل معا جزء من الترابيكلر المشور ويبقى انا كده وصلت الانتيريو تشمبر بالكونجاكتايف خلاص خلاص انا وصلتهم ببعض الجرح اللي انا فتحته ببرا ده بقفله بقى ماشي؟ طيب وفيلك هنا بعمل العملية ديت بدي حاجة اسمها انتي متابولايت ام ام سي ام ام سي دي اختصار اللي هي ميتو ميوسين سي ماشي؟ ميتو ميوسين اي سي ده بتقالي هو انت فيبروتك دراج بيقل الفيبروزيس يعني وكده ان البتاع دوت هنا ميحتلش فيبروزيس وكده فتتقفل تاني فا ايه لازمة العملية اللي انا عملته بقى ماشي؟ دي اللي استف بتاعت الايه لعملية طيب بعد كده الانديكيشن الانديكيشن بقى اول حاجة انا بلجأ العملية ديت لما هو العيان يكون بور كمبلاينس وزميديكال تريتمت يعني هو اصلا ما بيلتزمش بالعلاج اللي انا مديهوله فانا هعمله عملية بقى ورايح دماغي او ان هو بورل كنترول برايمري اوبن انجل جولوكومة وزميديكال اور ليزر ايه ريزر سيرابي يعني انا عملت له ليزر قبل كده او ديته ميديكال تريتمنت وبرده ما جافش نتيجة او ان هو يكون ادبانس برايمري اوبن انجل جولوكومة ومعاقي الانتراوكولار بيريجر بتاعه كان قليل فانا بلجأ ساعتها للعملية دي يبا مهم نعرف الانديكيشن قلت لو هو عنده برايمري اوبن انجل جولوكومة مش نفع معاها ميديكال تريتمنت ولا ليزر او ان هو ما بيخدش العلاج بتاعه اصلا او ان هو عنده البرايمري اوبن انجل جولوكومة دي يعني وصل لمرحلة متأخرة جدا وبقى معاها ايه؟ لو انتراوكولار بيريجر طيب ايه هي الكمبليكيشن بتاعه العملية دي بقى انا عندي دلوقتي احنا قلنا ان الدرينيج بيروح رايح نحية فين؟ نحية الكونجاكتايبه هنا كده فانا عندي تحت الكونجاكتايبه ديت ممكن يكون لحاجه اسمها بليب اللي هي زي فقاعة كده بليب دي يعني فقاعة يعني انا المفروض ان الاقواص اللي موجود هنا ده ده بيحصل له بعد كده بيمتص وبيحصل له ابزروبشن يعني طيب مثلا ولنفرض ان هو فدل موجود فيه ففدلت الفقاع دي موجودة مش ممكن اي استجنيشن يعني فليود موجود هنا يجيله انفكشن فيعمل لي انفلاميشن فبنسميها بليب بيتس اللي هي انفلاميشن حصل في قلب الايه في قلب الفقاع اللي هي موجودة تحت الكونجاكتايبه دي او ان الانفلاميشن ده ممكن يتنقل بيروح للايه للعين فيعمل لي اندوبسالميتس يبقى دي اول حاجه انفكشن طيب تريكمنت بتاعها بقى ان انا بديله انتبايتك زي البانكوميسن او اللي هو سيفتازين دوت واو ان انا عمل حاجه اسمها بتريكتومي تمام طيب تاني حاجه ان انا ممكن العين ده يدخل ان يبقى عنده هاي انتر اوكلاب بريجر ان الضغط بتاعي ني زيد طب ازاي انا بعمل العملية عشان الضغط بتاعي ني قل فيقوم زيد ده بيحصل مع ايه بقى ان انا عندي ان البليب ديت حصل فيها ايه؟ حصل فيها فيبروزوس مش احنا ليس اقلين ان انا كنت بدي دواء عشان نمنع الفيبروزوس لان انا هنا مثلا ممديتش اللي هي الميتوميوسين سيدة حصل عندي هنا فيبروزوس في البليب دي فكده اصلا ده تقفل خلاص فيييجي الاكوة سيحصل له درينج ومفيش هيروح فين فيفضل بقى ايه على هنا هنا لحد ما يزود الانتر اوكلاب بريجر تان تمام؟ يبقى ديت اللي هي فيلد بليب حصل عندي ساب كونجاكتايبال ايه؟ فيبروزوس يعني الانتر اوكلاب دي كانت تشاله كده الانجل داياء يعني او ان انا عندي بيوبلر بلوك حصل هنا البيوبل اتقفل فكده الدرينج بتاع الاقوة سيقل فكده الانتر اوكلاب بريجر هيزيد طيب بعد كده ان انا عندي الممكن المشكلة التالتة ان الضغط بتاعي يقل بس يقل قوي يبقى معا له انتر اوكلاب ايه؟ بريجر دي بتحصل محالات ايه؟ بتحصل لو انا عندي البتاع ده وانا بعمل العملية دي تحصل تتاتشمن ان الكوريت راح ايه تشال من مكانه فايلا هيحصل؟ ساعتها الفليوود اللي هو موجود الاقوة دوت هيحصل له اسكيب ويروح خارج من تحت الكوريت تمام؟ فانا دلوقتي كده الاقوة اللي موجود في عنايه عمال يهرب من تحت الكوريت ويحصل له ابزرب شانو كده فقل قوي 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 لدرجة ان هو عمل حاجة اسماها يبوتن اللي هنتكلم عندي في اخر المحاضر اللي هو نقص في الانترا اوكرار بريجر تمام؟ طيب وهواركي صورة ساعتها هتفهموا يعني طيب بعد كده بقى ان انا عندي ممكن يكون البليب اللي احنا قلناها ديت الفقوعة اللي موجودة تحت الكونجاكتايبة ديت حصل فيها ليكيج يعني بتصرب فهي بتصرب لبره حصل عندي اوبر فلتريشن ديوتو ايه بليب ليكيج فهي عملت خرج الاقوة لبره خرجت كمية كبيرة قوي قوي لدرجة ان هي قللتلي الانترا اوكرار ايه بريجر ودي بيبقى معها بوزط داخدته في الكورنية لما كنتم بتشوف الكورنية فيها برفريشن ولا لا فهو نفس التست ده بتشوف ان الكونجاكتايبة هل فيها فيها سجبه مثلا والسجب ده عمال يخرج الاقوة لبره من بره العين تمام؟ فهي بيبقى معها بوزط ايه سيدل تست يبقى هي ديت الكمبيليكيشن بتاعت الايه يبقى دلوقتي احنا قلنا العملية الاولانية بتاعتنا حاجة اسمها سابسكيليرا قلنا كلمة اكتومي ان انا بشيل بشيل ايه بشيل جزء من وكمان جزء من السكيليرا وكمان بفتح تحت السكيليرا عشان اوصل الانتيرو تشمبر هنا بالكونجاك طيبة ماشي؟ وممكن انا بعمل العملية ديت اعمل ايريدوتومي يعني انا بفتح فتحة في الايريس هنا كده عشان ايه اسهل الدرينج اكتر واكتر يعني قلت ان انا بعملها ازاي؟ قلت ان انا باجي هنا بعمل جرح في قلب الكونجاك طيبة وبعد كده بروح شيل جزء من السكيليرا بعمل السكيليروكتومي ومعها ايه؟ اشيل جزء برضه من تربيكلا المشورك قلت انها ممكن اعمل بريفرال ايريدوتوميهن وفي الاخر خالص خلاص انا وصلت كده الانتيرو تشمبر بالكونجاك طيبة خلاص رأم بقفل قلت ان انا امتى بلجاء لها؟ لو عند برايمر اوبن انجل جولوكوما مش نفع معها ميديكال تريتمنت وكده ولا ليزر او ان هو ما بيلتزمش بالعلاج اصلا او ان هو كانت حالة ايه؟ قلت ان الكمبيكيشن ان هو هنا تحت الكونجاك طيبة دي ممكن يجمع الاكواس ويعمل لي فقاع كده بنسمعها بليب فالفقاع دي ممكن يحصل فيها انفلاميشن فبنسمعها بليب بيتس وممكن ان انفلاميشن دي لعين فتعملي انفلاميشن تاني حاجة ان هي البليب دي ممكن يحصل فيها فيبروزوس وكده والفايبروزوس ده هيقفل لي خالص فيزود لي الانتراوكرار بريجر او ان انا عندي يحصل هنا بيوبيلر بلوك فيزود لي برضو الانتراوكرار بريجر اخر حاجة ان انا ممكن وانا بعمل عملية ديت اعمل كوريد دال detachment فساعتها الاقواص هيهرب تحت الكوريد فلما يهرب تحت الكوريد كده هيقل الاقواص من العين فيقلل الانترا اوكرار بريجر. واخر حاجة خالص ان انا عندي ايه? ان البليب ديت فيها فتحة كده. تمام? فعملت اتصرر بقى اعملت خرج الاقواص اللي موجود هنا ده لبره العين تماما. خرجت كمية كبيرة جدا لدرجة ان هي قللت الانترا اوكرار بريجر. قلت لو انا جيت عملت له سيدل تستا ده هلاقي ايه? بوزطف. تمام? طيب دي العملية الاولى. التانية بقى. التانية ان انا بعمل حاجة اسمها الانترا او ديب اسكليروكتمي. دي بعملها ازاي? انا باجي هنا من عند الاسكليرة من بره كده. وبقطع اتنين في اللاب. يعني بقطع حتة كده من الاسكليرة وبقوم رفعها الفوق. تمام? يعني رفعتها هنا كده. انا قطعتها هو وروح ترفعها الفوق. بعد كده بقطع في اللاب تحتها كمان. يعني انا عندي وواحدة ديب. يعني قطعت ايه? جزئين من الاسكليرة. بعد كده انا خلاص كده ايه? بس بقطعها من فين بالزبط? بقطعها وراء اترابيكرا المشورك. انا عندي اترابيكرا المشورك هنا هي. وراها بالزبط اهو. بقوم قطع الفلاب من الاسكليرة. تمام? طيب. انا كده قطعت الجزئين دولت. فكده ايه? وصلت الانترا او ديب ايه? بالكونجاكتايبة عادي. فالاقوة سيقوم خارج خارج وراح نحيط الايه? الكونجاكتايبة. وكده انا قللت الايه? الاقوة اللي هو موجود في العين. فقللت الانترا او كرار بريجر. فقوم بقى عامل بعد كده ايه? باجي على الديب فيلاب. يعني الفلاب اللي هي موجودة تحت ديت. وقوم قصص منها حتة. ماشي? وقوم سايبها كده. وباجي بقى على الحتة اللي هي الجزء الفوق اللي هو السوبر فيشها الفلاب ديت. وقوم رجعها تاني مكانها. وقفلها. طب انا قطعت جزء من الديب فيلاب ليه? عشان الجزء ده هو اللي هيخرج منه الاقوة يقوم رايح للكونجاكتايب. ماشي? هي بقى فاتحة يعني موجودة تحت الاسكيليرا هنا. توصل ما بين الانترا ايه بالكونجاكتايب. طيب انا ايه الفرق ما بين العملية ديت وما بين العملية الاولينية اللي هي صب اسكيليرا لترابيكيليكتومي. انا هنا شلت جزء من الترابيكلار مشورك? لا هنا ما شلتش. فيبقى هنا ترابيكلار مشورك بتبقى بريزيرفت. يعني بحافظ عليها. لان انا بفتح او بشيل الاسكيليرا وراه على طول. يعني من وراه هنا. ما جيتش ناحيتها اصلا. تمام? كمان ان انا ايه ما دخلتش برضو من الانترا ايتشامبر دي ما دخلتهاش ولا عملت ايريدوتومي ولا عملت اي حاجة. فمعنى كده ان انا ما جيتش ناحية الايه الانترا ايتشامبر. يبقى ادية اللي هي الايه? الديب اسكيليريكتومي. قلت ان انا بعمل ايه بقى? او بنسمع نان بنتريتنج جولوكومة سيرجيري. قلت ان انا هنا في العملية ديت بقطع تولاميرا اسكيليرا الفلاب. يعني انا باجي بقطع جزئين كده من الاسكيليرا. جزء سوبرفيشل وجزء ديب. قلت ان انا بقطعهم منين? بقطعهم وراه بالزبط وراه الترابيكلار مشورك. يعني انا ما باجيش ناحية الترابيكلار مشورك خالص. قلت ان انا الجزء اللي هو الديب دوت بقطع منه جزء كمان. ماشي? وصيب منه جزء عادي. طيب. وخلاص كده حصل درينج ان انا عند الاقوة زوت راح رايح من الانتريتشامبر راح للكونجاكتايبر سبيس. وكده انا قللت الانتريتشامبر ايه بريجر وخلاص. طيب قلت الفرق ما بينها وما بيني التانية ان انا هنا ما جيتش ناحية الايه ترابيكلار مشورك. يبقى ترابيكلار مشورك حافزت عليها. وكمان ما دخلتش الانتريتشامبر عشان اعمل ايريدوتوم او كده. ما جيتش ناحيتها برضو. ماشي? طيب بيقولك بقى ان انا هنا العملية دي برضو مفيدة ان هي هتقلل لي حدوث البوست اوبريتف فلتريشام بوز هايبوتوني. يعني هتقلل ان ممكن يقل للضغط قوي قوي يعني لدرجة ان هو يعمل لهايبوتوني. تمام? يبقى دية الفرق ما بين اللي هي الديبسكيلاروكتومي وما بين الصابسكيليرا ترابيكلكتومي. ماشي. طيب بعد كده اللي هي قلنا المرة الفاتت ان انا بركب جهاز كده. بركبه فين بقى? بركبه في ايه صاب كونجاكتيفة لسبيس. تحت الكونجاكتيفة هنا كده بركب الجهاز ده. والجهاز ده بيبقى متوصل زي ببتاع هنا كده بتقوم ايه موجودة في الانتريتشامبر. اول ما تضغط جوه العين يعلى يقوم هو شافة الاكوة سيومر ده ومصرفه هو بطريقته. ده بنسميه احمد ايه احمد فالف. تمام? يبقى قولنا ان هو بيبقى عبارة عن شنط. اللي هي الشنط دي بتبقى موجودة فين? بتوصل ما بين الانتريتشامبر وما بين الصاب كونجاكتيفة لسبيس. وعن طريق ان انا بحط بلاستيك امبلنت كده في المكان ده يعني. ده بنسميه احمد ايه? احمد فالف. طب امتى بستخدموه? بستخدموه في الريفراكتور وغلوكومة. وبحالات بقى اللي هي الريكورنت او الافيكيك او اللي هي نيوباسكولار او الانفلاماتوري والكونجينتر. يبقى كده احنا اتكلمنا على بتاعت الايه بتاع الجلوكومة. قلت ان انا عندي لا اما ليزر لا اما سيرجيكال. قلت المهم جدا ان انا نعرف نوع الليزر. قلت الليزر الاولاني اللي هو في حالات الايرس بستخدم اني دي اياك. قلت ان انا بستخدموه في الايه في الجلوكومة اللي هي الكولوزو جلوكومة. ماشي? قلت ان انا بفتحة في الايرس هنا عشان ايه لو انا عندي البيوبل هنا مقفولة فانا بسهل خروج الاقوس من هنا على طول يروح للايه الترابيكولور مش ورك يعني طب تاني حاجة في الانجل الانجل بستخدم انجل فانا بستخدم ارجون ايه وحرف الايه يعني المهم بعمل حاجة اسمها الليزر ترابيكولور ايه بلاستي ودي بستخدمها لو العلاج فشل او ان هو مش ايه مش ينفع دخله عمليات طيب لو العين ده بقى مش نفع معا اي حاجة او ان هو نيوباسكولار جليكوما او تروماتيك او العملية فشلت فساعتها بعمل السيليار باده ده بادمره خالص بادمره عن طريق اللي هي الكنتينواسياج ديت او ان انا بعمل ترانسسكيليرا الايه اللي هو سايكلو فوتوكواجيوليشن تمام او كيريوسيرابي طيب قلت العمليتين قلت ان انا عندي حاجة اسمها صابسكيليرا الترابيكوليكتنومي قلت ان انا هنا بوصل ايه بوصل ما بين الانتيرويتشامبر وما بين الكونجاكتايفة طيب اوصل ما بينهم ازاي يعن طريق ان انا باجي من ناحية الكونجاكتايفة كده افتح فتحة بعد كده بدخل اشيل جزء من الاسكيليرا واشيل جزء من الترابيكولار مشورك وكمان ممكن اعمل ان انا افتح فتحة في الايرس هنا تمام وبعد كده باقفل ايه باقفل الجرح اللي انا عملته يعني تمام فانا كده يبقى وصلت والاكوة سيوم داخل من هنا لتحت الاسكيليرا وبعد كده يروح لكونجاكتايفة على طول مشي وقلت ان انا بلجأ لها لما يكون عندي برايماري وبنانجل جولكومة وفي حالات الادفانس او في الحالات اللي هو مش تنفع معها ميديكال تريتمند وكده او ان هو ما بيلتزمش بالعلاج اصلا وقلت ان انا عندي هنا لو دريني الجفيد الموجود تحت الكونجاكتايفة هيعمل حاجة اسمها بليب زي فقاع كده والفقاع دي ممكن لها انفكشن فتعمل لي بلبيتس او اندوسالميتس قلت ان هو ممكن يزود للانتراوكرا بريجر عن طريق ان يحصل فيها فيبروزيس او كده او يحصل فيها بيوبيلار بلوكي هنا او ان هو يقلل للانتراوكرا بريجر لو هو حصل فيها ليكدش يعني لو فيها فيها صغب هنا كده فيخرج لي الفلود كتير اوي برا العين فيقلل للانتراوكرا بريجر ايه بتاع العين وكده طيب ده اللي هو بداية طب ان العملية التانية قلت ان انا بعمل حاجة اسمها ديب اسكيليريو اكتومي ان انا الفارق ما بينها وما بين دي ان انا هنا مجيتش ناحية الانتراوكرا بريجر وكمان التراوكرا المشورك حافظت عليها انا بروح اشيل اتنين في لاب من الاسكيليرا بشيل الجزء اللي هو اللي فوق اللي بسميه سوبرفشل واللي تحت بسميه ديب وجزء الديب ده بارجع تاني اشيل حتة منه ماشي وبعد كده الاكوز بقى هيتنيقل من تحت الاسكيليرا ده يروح للكونجاكتايفا وخلصه بارجع اقفلتين في الفيديو الفيديو هيوضح لكم الحتة دي قويا ان شاء الله طيب بعد كده الجلوكومة بقلت ان انا بركب جهاز كده في العين تحت الكونجاكتايفا وبده بيوصل الانتراوكرا بالكونجاكتايفا للسبيس والاكوز بيمشي يروح يروح للكونجاكتايفا يعني ويحصلوا درينجي من خلالها دي كده العمليات بتاعت الجلوكومة والله يعني انا حاولت على قد ما اقدر ان انا وصلها لكم عايز اقول لكم دي انا جيت افتح الكتاب بتاعي لقيت ان انا والله العظيم حرفيا مش حتى سيني الالم في الصفحة بتاع العمليات دي داريبا عندي عودة من زمان يعني فهي ان شاء الله تكون وصلت يعني والفيديوات اللي انا بعتها وانتو برضو دور على الفيديوات توضح لكم اكتر وكده نيجي بقى لاخر جزء عندنا في المحاضرة اللي هو اسمه هايبوتوني احنا عملين نتكلم من اول المحاضرة من اول الفيديوهات اصلا عن الجلوكومة اللي هي ارتفاع في ضغط العين دلوقتي هنتكلم على عكس المرض ده بقى اللي هو الهايبوتوني يعني الضغط بتاع العين ده قليل يبقى دي كريز في الانترا اوكلار بريجر طب هيقل عن كام احنا قلنا نورمالي كان ستاشر هو لما يقل عن عشرة ده بنسميه هايبوتوني يبقى الهايبوتوني ده ان انا عندي دي كريز في الانترا اوكلار بريجر وبيبق بيوصل لحد اقل من ايه اقل من عشرة تمام طيب انا عشان اساهل الحفظ اسمتها لكل حاجتين يعني الاسباب لسببين ان انا لاما عندي لكيج لاما عندي نقص في الفورميشن لكيج ده يعني ايه يعني انا عندي العين بتسرب الاكوة سيومر براها يعني بتخرج الاكوة سيومر فبالتالي كده اتضغط جواها هيقل ايه الحاجات اللي بيبقى معها لكيج بقى اول حاجة ان هو بوصل اوبراتيب بعد العملية زي ما زي ما احنا لسه قلت اللي لو انا عندي البليب دي كانت فيها فتحة الفتحة ديت هتخرج لي الاكوة سيومر منها لبرا العين خالص طيب لما هي تخرج كمية كبيرة من الاكوة مش كده اتضغط جوا العين هيقل فيعمل لي ايه فيعمل لي هايبوتوني يبقى البوصل اوبراتيب ديت بتحصل مع الايه مع سواء كان في حالات الكاتركت او في اللي هي في السابس كيليرال ايه ترابيكي لوكتومي سيرجوري زي البتاع البليب اللي احنا لسهي لنا دلوقت من شوية طيب تاني حاجة ان انا عندي او تركوط ان انا بتاعتى الجلوب المباريا اصلاها حصل فيه اللي هو الو مثلا تخرج الى اصلا الى اخواس الى خالص فكده داخل الضغط جواه ايه جواها قل طيب تانية حاجة ان هو Narrator الحاجة ان هو ينسان سجب في قلب الكورنية ومن خلال ده الاكوة عمالة يخرج فهو عمالة يخرج فالضغط ajo العين عمالية يقلب فتعمل لي هايبوتوني طيب ثالت حاجة بقى ان انا عندي ينتبه التكليل ريتنا بيتاتشمنت ريتنا بيتاتشمنت انه motivation return from code انا عندي في الصورة ديت قدري تحتها ů وتحتها لكوريت انا لما يحتلان عندي ريتنا بتاتشمنت ساعتها How toull�� اللي هو الاخواص ده بيقوم رايح بناحية القوريت ويحصله رينج من خلاله فكمية كبيرة من الاقواص تروح للكوريت ويحصلها رينج فده هيعمل لي إيه هيقلل لي centralized壁 هيقلل لي الضغط بتاع العين يعني وتعمل لي هايبوتني يبقى دي كده الأسباب اللي هي ايه بيبقى معاها لكي تجي لكي تجي ده يعني هو بيصرب الانتراوكرا بيصرب الأقوة سيومر ده لبرة العين فكده بيقل كميوته جواها فالضغط جواه العين بيقل قلنا معانا تلات أسباب طيب تاني حاجة تاني حاجة اللي هو نصف الفورميشن نصف التصنيع بتاع الأقوة سيومر نفسه اللي قال ليه للتصنيع اننا يكون عندي مشكلة في المصنع اللي هو السيلياري بادي اللي يدمر للسيلياري بادي انه مثلا يكون عندي اكيوت يوبيايتس او كورونيك يوبيايتس انفلاميشن في السيلياري بادي يعني وانتعرفين ان الاكيوت ده بيبقى حاجة صادن كده فبيبقى معاها حاجة اسمها سيلياري شاداون يعني هو التصنيع بيقل كده مرة واحدة اما الكورونيك بتبقى جرادي ولا يعني شوية تمام؟ ده اللي هو الاكيوت او الكورونيك ايه يوبيايتس طيب تاني حاجة ان السيلياري بادي ذات نفسه حصل فيه اطروفي الخلاية بتاع تحصل فيه اطروفي فهلا هتصنع لي هكوس لا اكيد مش هتصنع يعني طيب اخر حاجة ان انا الذات نفسي دمرته عن طريق اللي زر اللي احنا لسه واغدينه دلوقت قلت ان انا بعمل حاجة اسمها سايكلو دستركتوف اوبريشن فاعراده الايه لكيريو سيرابي اللي هو التبريد وكده يعني هي بديل حاجات اللي بتدمرلي السيلياري بادي فبالتالي مفيش اقوص هيتصنع فالانترا اوكلور برجا هي ايه هيقل طيب تاني حاجة بيقل برضو مع الايه مع ديابات الكومة الناس اللي هم عندهم ديابات الكومة دولا بيبقى معاهم سيبير دي هايدريشن يعني بيبقى معاهم جفاف شديد اوي 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 طيب الجفاف الشديد ده بيبقى معاهم هايبوتنشن يعني الضغط بتاعهم قليل اصلا يعني الضغط جوه البلطبس البتاعت العين بتبقى ايه بتبقى قليلة مش احنا اخدنا في التصنيع بتاع الاقوص كان بيبقى في حاجة اسمها باسف فلتريشن والباسف فلتريشن ده قلنا بيبقى بيحصل بسبب ايه بسبب ان الضغط جوه السيلياري بادي بلطبسل بيبقى عالي طيب انا دلوقتي بقول لكم ان الضغط جوه البلطبسل دي قليل فقال هيحصل باسف فلتريشن اكيد لا فعشان كده اللي هي الاسف فلتريشن ده مش هيحصل فكده التصنيع هيقل. يبقى انا عندي في الدايبات الكومة ده التصنيع بيقل نتيجة ان الباسف فلتريشن او الباسف بتاع الاكوة سيومر بيتأثر. طب بيتأثر ازاي? ان انا عندي الضغط جوه البلوت بيس الاصلا بيبقى قليل. نتيجة الهايبوتينشن اللي بيبقى عند العين ده. تمام? يبقى دي كده الايه الهايبوتوني. اخر حاجة بقى في الهايبوتوني وبعدين نرجع عن عيدهم تاني اللي هي الكونسيكوانس بتاع البرولونج ده هيبوتوني. ان لو انا العين ده فضل فترة طويلة عنده نقص في الايه في الضغط بتاع العين. ايه اللي هيحصل? اول حاجة هيحصل عندي في البلوت بيس ال. والباسو دالتيشن ده هيعمل ايه? انا عندي الباسو دالتيشن عن زيادة ايه? البلوت سابلاي او زيادة كمية الدم اللي مشى فيه. فالدم كدير رايح للاوبتيك ديسك فهيبقى لونه محمر شوية كده فيحصل حاجة اسمها اوبتيك ديسك وهاي برميا. تمام? دي اول حاجة. طب تاني حاجة احنا عارفين ان في الباسو دالتيشن البورز اللي ما بتبقى موجودة في الكابيلاري بتبقى واسعة. فبيحصل عندي زيادة في الكابيلاري برميابيليتي. طيب. لما يحصل عندي زيادة في الكابيلاري برميابيليتي. فيحصل عندي حاجة اسمها انكريس في ترانسو ديشن يعني. في فلوت بقى هتوم خارجة وكده. طيب الفلوت اللي هي هتخرج دي هتعمل لي ايه? هتعمل لي ريتنا الاديم. تمام? يبقى في البرولونج ده هو يبقى انه بيحصل معها تلات حاجات. اول حاجة فزو دالتيشن. فالفزو دالتيشن ده بيبقى معاك بيتدمك بتايرة رايحة للاوبتيك ديسك. فتعمل لي حاجة اسمها اوبتيك ديسك هاي بريميا. انه بيبقى محمر شوية. طب تاني حاجة قلت ان البوزو دالتيشن ده بيبقى معاك البورز بتاع الكابيلر بيبقى واسع. فيحصل عندي اكسترابازيشن او ترانسو ديشن. ان انا عندي فيه فليوود وحاجات بتخرج من البورز دي. طيب الميا اللي هي عملة تخرج ديت هتروح عند ريتنا وتعمل لي ريتنا لايه? اديم. تمام? يبقى ده اخر مرة عندنا اللي هو الهايبوتوني. قلت ان انا عندي نقص في الانترا ايكرا بريجر بيبقى قل من كام من عشرة. قلت اللي قلل لي ان انا عندي لاما الاكواس ده حصل له تسريب يعني خرج برا العين اصلا لاما عندي نقص في التصنيع بتاعه. هيتصرب بسبب ايه? لاما بصد او بريتب يعني منسوق بحصل في العملية اللي احنا نسألينها او ان العين فرقاعة اصلا او ان هو عنده كورنيا الالصر او حصل عندي ريتنا الايه ديتاتشمت. قلت ان ريتنا ديتاتشمت دي هيخلي الاكواس يمر يهرب يروح للكوريت ويحصل له كميات كبيرة هناك. طب تاني حاجة قلت اللي هي نقص في الفورميشن. قلت ان انا عندي مشكلة في المصنع بتاعه اللي هو سيليا ريبادس. هاي كان في الاكيوت او او ان انا حصل عندي اطرفي في الخلايا بتاعته او ان انا دمرته عن طريق كيريوسيرابي. او ان في العينين بتاع ديوبة الكومة بيبقى معهم سيبير دي هيدريشن. قلت سيبير دي هيدريشن دوت بيبقى معا ايه هاي بوتينشن. قلت كده الضغط بتاع اللي هو جوه البلوت بيسل بتاع سيليا ربادي قليل. فكده مش هيبقى في عندي بس فلتريشن. مفيش في الليود هيخرج تلقائيا من الايه من البلوت بيسل دي. تمام? فالتصنيع كده بتاع الاقوس يعني هيتقصر. قلت ان انا عندي في البرولونج اللي بيحصل بحسة ثلاث حاجات. اللي هي بضلاتيشن وزيادة في وبيحصل عندي ريتنال ايدي ما اوبتك ديس كاي هي بريمي. ماشي? بس كده احنا كده خلصنا المحاضرة. نحل كم سؤال بقى على الجوز اللي احنا لسا قيلينه ده. اول حاجة بيقولك ان انا عندي الهايبوتين ده. او كير انهويتش افزافولونج كونديشن. الهايبوتين دي كان بيحصل مع مين في دولات. قلنا ايه? ايه? سايكلايتس. سواء كان سايكلايتس ذاته اللي هو انفلاميشن في السيليا ربادي. قلنا الانفلاميشن ده سواء كان اكيوت. قلنا الاكيوت ده بيبقى معاه شط ايه? شط داون يعني بيبقى حاجة صادن كده مرة واحدة. او انهو بيبقى كرونيك ايه? يوفي ايت. ماشي? طيب بعد كده اللي هي بيقولك في السابس كليرا التروبي كيليكتومي. الفيستول اتراكشن ديت اس كرييت درين. زا اكوز بتوين هوتشو السوتشر. انا دلوقتي في اللي هي في العملية بتاع الاس اس تي ديت. انا بعمل فتحة او بوصل ما بين مين ومين. قلت ان انا بوصل الانتيريو تشمبر بوصلها بالايه? بستطبقون جاكتايبال سبيس. انا واحدة بدول اهي. اللي هي دي الانتيريو تشمبر بستطبقون جاكتايبال ايه? سبيس. طيب بعد كده بيقولك ان انا عندي الكز بتاع الهايبوتن ديت. بتبقى اني سبب من دولة او الحاجة هي رابشار جلوب ان انا عندي العين فرقاعة اصلا فالاقوز خرج من جواها. بقللي الايه? طيب بيلا كويتش افزا فلو انجليزر تريتمينت كان بي يوز د ان كيز او برايمري انجل كولوجر جلوكوما. اني واحد من دولة انا بستخدمه في الكولوجر جلوكوما. انا قلت في الايرس كنت بستخدم نوع من من الاسمي دي. من الليزر اسمه اني دي ياج. قلت ان انا بستخدمه ليه عشان اعمل بريفرال ايريدوكتومي. قلت ليه عشان انا عندي مثلا ولياكن بيوبيلاري بيوبيلار بلوك. فانا هقوم فتحة فتحة في الايرس. يخرج منها الاقوص على طول ناحية الترابيكولر مشور. ليه الاختيار هيبقى بيه. اللي هو ياج ايه? ليزر بريفرال ايريدوكتومي. طيب بعد كده تريتمينت بتاع التريتمينت اف شويس. اف ازر اي انجل كولوجر جلوكوما. انا واحد من دولة بستخدمهم في الايه? في الكولوجر جلوكوما. نفس اللي احنا نسألينه. كولوجر جلوكوما انا بستخدم الليزر باستخدم ايه? ياج ليزر. واعمل بي ايريدوكتومي انا بفتح فيها فتحة في الايه? في الايرس. بس كده الحمد لله يعني اتمنى ان يكون الموضوع يعني بسيط. وعوذرا لو في اي حاجة انا وضحتها بشكل مش كويس يعني. بتوفيق يا رب.